يترقب عشاق الساحرة المستديرة غدا أربع مباريات مهمة في إطار الجولة الثالثة من الدور الأول لكأس العالم روسيا 2018 حيث يدخل المنتخب الأسترالي بشعار لا بديل عن الفوز أمام منتخب بيرو حيث يتمسك منتخب أستراليا بفرصة التأهل للدور الثاني حال فوزه بالنقاط الثلاث منتظرا سقوط منتخب الدنمارك أمام نظيره الفرنسي الذي يتصدر المجموعة منتخب الديوك يسعى بدوره لتجنب السقوط أمام الفايكينج الدنماركي للهروب من وصافة المجموعة الذي ربما تضعه في مواجهة صعبة في الدور السادس 16 أمام كرواتيا في الجولة الرابعة يستعد المنتخب الأرجنتيني لمواجهة نيسور نيجيريا في مباراة من العيار الثقيل لحصم بطاقة التأهل لدور السادس 16 حيث يحتاج منتخب راقصي تانجو لتحقيق الفوز على نيجيريا في الجولة الثالثة بفارق أهداف كبير ليصبح رصيدهم أربع نقاط بينما تفوس كرواتيا على أيسلاندا بأي نتيجة لتتأهل في المركز الثاني أو تتعادل أيسلاندا مع كرواتيا والاحتكام لفارق الأهداف ليتأهل رفاق ميسي للجولة المقبلة وعلى الجانب الآخر يدخل محارب أيسلاندا اللقاء أمام المنتخب الكرواتي وأضعين الفوز ولا شيء سوى نصبع عينهم للحفاظ على آمالهم في التأهل خاصة بعد الأداء الكبير الذي قدمه المنتخب الأيسلاندي أمام العملاق الأرجنتيني في أولى مبارياته في نهائيات كأس العالم فهل سيواصل منتخب أيسلاندا مفاجآته في البطولة أم أن البرغوث الأرجنتيني رأي آخر مع عدم إخفال فرصة نصور نيجيريا في حسم البطاقة الثانية بالمجموعة الرابعة